كما نريد أن نصحه الانتحال الوطني للدورة العادية 2020 ويتنبهكم بأنه أطول مرجعية تحيدت فيهم الوحدة ديال المناعة والوحدة ديال الجيولوجيا وبالتالي الوحدات اللي غاد يكونوا في الانتحال الوطني هما أربع وحدات دان على بركة الله تمري الأول ديال استرداد المعارف أليه خمسة ديال نقاطي أجيبوا على ورقة تحريركم على أسئلة تالية السؤال الأول ألف تعريف الحندسة الوراثية هي مجموعة التقنيات التي تسمح بالتغير الوراثي لخلية أو لمجموعة من الخلايا لتمكينها من تعبير صفات جديدة باء في هذا السؤال أذكره مثالين لتطبيق الهندسة الوراثية لعديد من الأمثلة ممكن تذكره مثلا إنتاج نباتات مقاومة للحشرات الضارة في المجال الزراعي في المجال الطبي ممكن تذكره إنتاج الصناعي لهرمون الأنسلين السؤال الموالي يوجد اقتراح واحد صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4 انقلوا الأزواج الآتية على ورقة تحريركم ثم اكتبوا داخل كل الزوج الحرف المقابل للاقتراح صحيح مثلا تظهر عيون النس خلال قد نديروا مرحلة ميديا أو السكون السوائية أو نهائية الجواب صحيح هو مرحلة السكون قد نكتبوا بين خوصين وواحد باء يعطي الانقسام الاختزالي واش أربعة خلايا تنائية الصيغة الصبغية أو خليتين تنائيتي الصيغة الصبغية ولا أربعة خلايا أحاديت الصيغة الصبغية ولا خليتين أحاديتين الصيغة الصبغية الجواب الصحيح هو جيم قد نكتبوا اثنان جيم يتوفر الشخص مصاب بمتلازمة داون على متلازمة داون هو مرض ناتج عن شدود الصبغي السبب ديله هو زيادة الصبغي رقم 12 الجواب صحيح هو باء ثلاث نماذج من الصبغي 21 الصيغة الصبغية لشخص مصاب بمتلازمة كلين فيلتر كلين فيلتر هو مرض ناتج عن شدود الصبغي وبالضبط زيادة صبغي لا جنسي احتمال رقم جيم سؤال موالي رقم 3 على ورقة تحريك انقل الحرف مقابل لكل اقتراح ثم اكتب فقط صحيح ام خطأ الاقتراح الاول الشدود الصبغي هو تغير في عدد او بنية الصبغيات هذا جواب صحيح سنكتب الف وحدها صحيح يتجلى الانتقال الصبغي المتبادل في انتقال جزء من صبغي والتحامه بصبغي اخر هذا جواب خاطئ يؤدي الانتقال الصبغي المتوازن الى تغير في عدد الصبغيات لدى الفرد الحامل لهذا الشدود حتى هذا اقتراح خاطئ تصيب الامرال الوراتية المتراحية المرتبطة بالصبغي اكس الاينات اكثر من الدكور وحتى هذا اقتراح خاطئ بتتم هذا التمرين اربط تغيرات عدد ومظهر الصبغيات من المجموعة واحد بالمراحل المناسبة لها في المجموعة اثنان ازواج الصبغيات المتماثلة تشكل ربائيات منتشرة في السوتوبلازم قصة نلقى احنا في المجموعة اثنان انه هو الجواب الصحيح الجواب الصحيح في هذه الحالة المرحلة تمهيدية بين قوسين واحد باء تتموضع الجزئات المركزية للصبغيات المتماثلة من جهتي خط استواء الخالية وفي المجموعة اثنان هذا يناسب المرحلة الاستوائية تنك نكتبو اثنان تتموضع الجزئات المركزية للصبغيات المضاعفة في خط استواء الخالية ودنك بقدمها المرحلة الاستوائية اثنان دونك دال ازالة تكاتف صبغيات غير مضاعفة لتشكل صبغيين توافق المرحلة النهائية اثنان لانتقلنا دابة الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي البياني في التمرير الاول المعطى التالي اللي فهم دور العضلة الهيكلية في تحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة ميكانيكية خلال التخلص العضلي نقترح المطيات تجريبية الاتية المعطى الاول تجربة الاولى من اجل تحديد بعض الشروط ضرورية لحدوط التخلص العضلي تم استخلاص لويفات عضلية انطلاقا من خلايا عضلية ووزعت على ثلاثة اوسط تقدم الوطيقة الاولى حالة هذه اللويفات في بداية التجربة والنتيجة المحصلة عليها بعد اضافة مواد مختلفة بالاعتماد على هذه الوطيقة يستخرج الشروط ضرورية لحدوط التخلص العضلي مع تعليل الجواب حسب الجدول تبدلنا بانه تيحدث التخلص بوجود اطبي والكالسيوم معا بينما حينما نضع كتجربة اثنان مادة تكبح حلمات اطبي تنوضع مادة تكبح الكالسيوم تلاحظ عدم حدود التخلص ومنه فالشروط ضرورية لحدوط تخلص العضلي وجود اطبي كتعليل ينتج عن كبح حلمات اطبي عدم حدود تخلص العضلي بالنسبة الكالسيوم ينتج عن كبح كالسيوم عدم حدود تخلص العضلي السؤال رقم اثنان بالاعتماد على معطيات تجربة اثنان فقط زرعت الياف عضلية في وسط يحتوي على ايون الكالسيوم وبوسط تقنية التصوير الاشاعي لوحدة ان الاشاعية يتموضع في الشبكة ساركوبلازمية عندما تكون الياف العضلية مرتخية في حالة الياف عضلية مرتخية كجواب يتواجد داخل الشبكة الساركوبلازمية وإننا تجربة يتواجد الكالسيوم في ساركوبلازم عندما تكون متقلصة. وبالتالي في حالة التقلص نكتبه أن الكالسيوم سيكون في ساركو بلازم. المعطى الثاني في هذا التمرين. أثناء تقلص الليف العضلي تحدث تفاعلات بين خريطات الأكتين وخريطات الميوزين يتم خلالها استهلاك أطبي. تقدم الوثيقة اثنان توطر الليف العضلي. والوثيقة الثلاثة تبين تفاعلات بين خريطات الأكتين وخريطات الميوزين التي تؤدي إلى التقلص العضلي. كسؤال بالاعتماد على معطيات الوثيقتين. فسيرو تطور توطر الليف العضلي في الوثيقة اثنان خلال مرحلة التقلص وخلال مرحلة الارتخاء. حسب الوثيقتين خلال مرحلة التقلص يسمح الكالسيوم بتحرير مواقع ارتباط الميوزين بالأكتين. فيتشكل مركب الاكتو ميوزين. وتلاحظوا أيضا في الوثيقة تحرير اضي بي وبي. مما سيسمح بضوران رؤوس الميوزين. لكن خلال مرحلة الارتخاء لا يتواجد الكالسيوم. مما يمنع تشكل مركب الاكتو ميوزين. تتميز ظاهرة التصلب الجتتي بتصلب العضلات المخططة الهيكلية. تحدث هذه الظاهرة مباشرة بعد موت عنيف. حيث يتوقف انتاج اطبام ترفع الخلايا بعد الموت. كما يستهلك مخزونها من هذه الجزئات بسرعة. السؤال الرابع. باستغلال المعطيات الوثيقة اثنان. وبالاستعانة بالوثيقة ثلاثة. يقترحوا تفسيرا لظاهرة التصلب الجتتي. تفسير الذي نقترحه هو ان توقف انتاج اطبي من طرف الخلايا لا يسمح بافتراق الميوزين عن الاكتين. فيستمر التقلص العضلي باستمرار محدة التصلب الجتتي. ننتقل الان الى التمرين التاني من الاستدلال العلمي. مرض ريندو اسلر ويبر. هو مرض وراتي. من بين اعراضي سيلان تلقائي للدم. لما انتلغدين حتاجوا في الموطة الأول. ترتبط مجموعة من عوامل النمو بمستقبلات غشائية توجد على مستوى خلايا الاوعية الدموية. من اجل تنشيط نموها. تتطلب وظيفة هذه المستقبلات تدخل بروتين يسمى اندوغلين. بينات دراسات العلاقة بين هذا البروتين ومرض رو. شكلين. الف وباء. يبينات العلاقة بين هذا البروتين هو نشاط مستقبل غشائي تدخل في نمو الامعية الدموية عند شخص سليم شكل الف وشخص مصاب بالمرض شكل باء. باستثماركم لمعطيات الوثيقة بيناوا العلاقة بين بروتين وصفة. بصفة عامة سنكون قرنة بان المورطة تتحكم في البروتين والبروتين يتحكم في صفة. يسمح بروتين اندوغلين العادي بارتباط عامل النمو مع مستقبل غشائي. فيكون نمو عادي للأوعية الدموية وبالتالي شخص يكون سليما. بينما بروتين اندوغلين غير عادي فيكون نمو غير عادي للأوعية الدموية. وبالتالي شخص مصاب بمرض رو. المعطى الثاني في التمرين. تتحكم في تركيب هذا البروتين. موريته تدعى انجي توجد على شكل حليلين. الوثيقة اثنان تدبيل لنا جزء من الحليل العادي والحليل غير العادي. نحن مطلبنا بالاعتماد على الوثائق ثلاث سابقة. نعطي متثليط اخ ان ثم لحمل الامينية. ومن بعد نفسر اصل وراثي للمرض. لابدنا نبدأ باخ ان مصاجي. سنرد البال. راح اضعين اللي اعطينا في التمرين هو اضعين دي اللولب غير المسنسخ. سنرجعوا بعدك اللولب المسنسخ. ثم نحولوه الى اخ ان باعتماد على تكاوم القواعد الازوتية. ا ما تنكملوهاش بالت تنكملوها بي لان ما عندناش ت في اخ عنا. غادي نحصلوه لا تبعتوها القاعدة على السلسلة النيكليوتيدات التالية في اخ عنا. وباستخدام منها لجدول الوحدات الرمزية. غادي نحصلوه على متتالية الاحماد الامينية التالية. سواء عند الشخص العادي او الشخص المصاب. لابدنا شرحوه بالاصل ديال المرض. غادي نقارن سلسلة نيكليوتيدات عند الشخصين. هناك استبدال لنيكليوتيد في اللولب المسنسخ. مما ادى الى استبدال الحمض الاميني بميتيونين. مما تسبب في انتاج بروتين اندوغلين غير وظيفي. مطا الثالث. هالمرة تحدثت على الوراة البشرية. تقدم الوثيقة اربعة شجرة ناسب. عائلة بعض افرادها مصابون بهذا المرض. بالاعتماد على الوثيقة اربعة. بيّنوا ان الحليل مسؤول عن المرض سائد. وان الموردة المدروسة محمولة على صبغي لا جنسي. للاحظو هاد المرض يتواجد في جميع الاجيال. البنت ثلاثة واحدة. هتلاحظوا بانها سليمة. اربعة ان ابويها مصابين مختلفين اقتران. ومنه فان المرض سائد سنرمز للحليل ممرض بآغ ماجسكول والحليل سليم بآغ منيسكول. باش نعرفو واش الموردة محمولة على صبغي جنسي ام لا. تنفترضوا بان محمولة على اجريج. في المثال تلقوا هناك اينات مصابات بالمرض. وبالتالي فالموردة غير محمولة على اجريج. ثم قد نفترضوا محمولة على اكس. لكننا قد نلقوا مثلا بنت رقم ثلاثة واحد سليمة. رغم ان ابديلها مصاب. اذا فالموردة غير محمولة على صبغي جنسي. حددوا احتمال انجاب طفل سليم من طرف الزوجين اثنان تمانية واثنان تسعة. التعليل هو باستعمال شبكة للتزاوج. سنلقوا المضاحة الخارجية التالية والانماط الوراة التالية. من اللي سنكمل شبكة التزاوج سنلقوا احتمالين 50% للطفل المصاب. والجاوبة انتظروا هنا. واحتمال انجاب طفل سليم سيكون 50%. المعطاء الرابع. مرض رو هو مرض وراتي نادر داخل ساكنة معينة. يصيب هذا المرض شخص من بين خمسالاف شخص. وسنعقلوا على هذه المعلومة. باعتبار هذه السكينة تخضع لقانون هاردي وينبيرغ. يحصب تردد كل من حالي العادي والحالي المسؤول عن المرض. هو ان احنا هذا المرض سائد. اذا لابنا نخدمه هاتمرين. سننخذه بعين الاعتبار ان الرقم اللي قالوا نديل واحدة لخمسالاف. يمثل المظهر الخارجي السائد. اي انه يمثل متشابه الاقتران السائد. ومختلف الاقتران. فتردد النمط الوراتي المتناحي. قد يساوي واحد ناقص. بين قوسين واحد على خمسالاف. لحسبنا هذا الرقم تساوي سفر فاصلة تسع الاف وتسعمية وتمية وتسعين. ونضعوا بانه تساوي كو ستنان. حسب قانون هاردي وينبيرغ. تردد الحالي لار تساوي كو تساوي جزء مربع. كو ستنان تساوي تقريبا سفر فاصلة تسع الاف وتسعمية وتمية وتسعين. وتعرفوا بانه لك انتساكنة متوازنة. بزائد كو تساوي واحد. ب هو تردد الحالي للسائد. ساوي واحد ناقص كو. وهي بالضبط سفر فاصلة سفر سفر اثنان. احسب تردد مختلف الانماط الوراتية. حسب قانون هاردي وينبيرغ. تردد الانماط الوراتية هو بي او ستنان اثنان بكو وكو ستنان. لحسبناهم بطاويض بي او كو للقيناهم في تردد الحاليات. كنا نجد القو القيم التالية. تمرين التالي. في اطار دراسة انتقال صفات الوراتية. عند ثنائيات الصيغة الصبغية. نقترح دراسة انتقال صفتين وراتيتين عند الاغنام. لهما شكل ادنين ولون المخطم. اي مقدمة الفم. ماذا يمكنكم استنتاج من نتائج التزاوجين? اعليلوا اجابتكم. ندروا تحليل هذه التزاوجات. في التزاوجين معا تلاحظوا بان الهجونة احادية. كل مرة نهضروا على صفة واحدة. اما شكل ادنين او شكل مخطم. الجيل في كلتا الحالتين متجانس. اذا تحقق القانون الاول لما ندل. وبالتالي سلالتين نقيتين. الخالف في التزاوج الاول تلقوا بانه بادنين متصبتين. اذا فدي الصفة السائدة. ودرمزوا لها دي ماجسكول. والمتنحي ندروا له دي منسكول. في التزاوج الثاني الخالف بمخطم فاتح اللون دي الصفة السائدة. ونوضع لها اس ماجسكول. بينما المتنحي نوضع له اس منسكول. تم تزاوج اختباري بين نعاج بمظهر خارجي سائد. واكباش بمظهر خارجي المتنحي. اعطونا النتيجة لستظهر امامكم. وطلب منا ان نبين ان الموريتتين مرتبطتين. ثم سنستنتج النمط الوراثي للأبوين. الارضين البرهد للنمط الوراثية. غالي نلقاو مظهرين أبويين بنسبة مرتفعة. بينما المظهر الثالث والرابع هم مظاهر جديد التركيب بنسبة ضعيفة. اذا في الموريتتين مرتبطتين مع حدوث عبر صبغي. النمط الوراثي دي الأباء غادي يكون هو كالتالي. احد الأباء مختلف الاقتران. بينما الأب الثاني تنائي التنحي. غادي نديرو شبكة دي التزاوج. نديرو في بالنا بان النمط الوراثي دي النياج غادي كون مختلف الاقتران. بينما الأكباش غادي كونه تنائي التنحي. غادي نلقاو هذه النسب التي تشبه النتائج المحصلة تجريبين. آخر سؤال. انجز الخريطة العاملية لمورتتين المضروستين. قبل ما نرسم الخريطة العاملية. قسنا نحسب المسافة بين المورتتين. وهي تساوي المظاهر جديد التركيب على العدد اجمالي للمظاهر مضروف في مئة. في الحالة لدينا نلقاو دي تساوي 17 سنتي مورغان. وباش تمتلوها نختارو سلم مناسب. نديرو واحد الخط. نرسموه فيه المورتة الأولى والمورتة الثانية. والمسافة بينهم هي 17 سنتي مورغان. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة